من كلام حضرتك واروح لدكتور محمد زي يعني ما كنا بنقول انه قد ايه موسم صعب وطويل واستثنائي وكله انتقادات وهجوم على النادي الاهلي فعزنا ما احنا بنتوج بالدوري قبل سبع اسابيع وبرضه انتقادات بناخد افريقيا وبنسمع بنسمع كلام كتير اوي قد ايه كان كنت حارسين جدا على ان دايما يكون الرد احنا ردودنا تبقى افعال مش اقوال كان دايما مجلس ادارة النادي الاهلي ده موقفه مزبوط هي الحقيقة كانت فعلا سنة كانت صعبة جدا كانت صعبة عالجميع يعني السنة دي سنة استثنائية بالنسبة للنادي الاهلي طبعا كانت سنة يعني مليانة طبعا مهاترات ومليانة بدغوط كتيرة ما كانتش سنة ماشية بشكل طبيعي لكن الحمد لله يعني كل مجتهد نصيب والحمد لله ان احنا كنا يعني مركزين دمان في الهدف احنا نشتغل وهو كان دمان الكابتن محمودي يقولنا يعني يا جماعة لو فيه كلام بيتقال برة فيه مهاترات فيه خلافه انتو ردوكوا دايما بالشغل يعني كل ما المهاترات دي بتزيد او الكلام ده بيزيد احنا شغلنا بيزيد فالحمد لله يعني ربنا في الاخر واحد عشر ساعة بحد يعني كرامنا النهاردة باغلى بطولة رعيبة سبع سنين على النادي فالحمد لله يعني بس دي ضبط من مفضلة هيدغيب تغيب بس هيا بتاعتنا برض يا طبعا يا بطولة النادي عالي مفضلة فعلا وكنا قريبين منها في كازا مناسبة يعني في السنين اللي فاتوا صحيح سبعتاشر للتمنتاشر بالزبط لكن ربنا ما اردش واعتقاء ما كانش فيه توفيق النهاردة الحمد لله كان فيه توفيق اه بيكلل مجهودات ناس كتير جدا جدا على رأسهم كابتن محمود الخطيب يعني اتحمل ما لا تحملوا بشر يعني انا بداية يعني حتى يمكن في كاس العائلة يعني انت عرف فرحة المصريين هما يوصلوا حلم مصريين ويوصل كاس عام بيبقى بيبقى حلم كبير جدا وفرحة كبيرة جدا بس انا ما شفتش في شوارع مصر اه فرحة زي اللي شفتها النهاردة في احتفالات جامحية النادي الاهلي بالكاس او بالبطولة من زمان اوي يعني بقال كتير اوي ما شفتش الناس في الشوارع والناس حالة الفرحة وحالة الانطلاق دي بقالها كتير اوي غاية عام مصري استاذ طارق انا جاي من الاستاد يعني في ساعتين احنا جايين في ساعتين شفنا يعني ملحمة من السعادة ومن الاحتفالات ودي كانت بالنسبة لي يعني كتت يعني احلى حاجة في السنة انا الطريق اللي فات ده اللي هو الساعتين ده شفت يعني كل جميل يعني مبسوطة معانا على الهواء صوت الاحتفالات بره اه لسه الحد لروقتي شغالة فنسس حقيقة تفرح اه ده قادر نديل الحمد لله هو دايما رقم واحد اه غابت عننا شوية لكن رجعت الحمد لله تاني وزي ما يعني ده تعب الناس كتير مش مجلس الادارة بس مجلس الادارة طبعا او كابتن محمود الخطيبة على رأس مجلس الادارة لكن يعني لازم نشكر كل العايز اعرف منكم لانه برضو الناس يعني كنت حتى بتكلم مع العميد محمد مرجمن شوية انه الناس عينيها عالة الناس الجماهية الاهلي بتشبعش بطولات يعني احنا عندنا بطولتين مهمين جدا اه لسه كاس مصري يمكن ان شاء الله وربنا كرامنا وصدنا اليوم خمسة وعندنا سوبر افريقيا يوم عشرة بعدين عندنا بعد كاس عالم هل بنتكلم على انه المجلس